تابعين حلقتنا وبستقبل هلأ الشديق جوزيف متا موجه عائلات الأخوية في الرعية وسيد ميلاد جبور رئيس المجلس المحلي تنحكي عن المعرض الميلادي السنوي برعية ماريوسف حارة صادر شديق هيدا معرض لكن بيصير كل سنة مشاهد؟ ما المختلف بين السنة الماضية والسنة الماضية؟ معرضنا هو عنوانه بسمة سلام وحب هذا المعرض أكيد الأهداف تبعيته أخده من العنوان بسمة سلام و بسمة حب لأن هذا المعرض بختامه كل شيء طلع أرباح لحيروحوا لعشة ميلادي لكل الناس يلي منهم نقدرين يعيشوا جو الميلاد لكل الناس يلي مش قدرتهم أن يكونوا يعيشوا هالأجواء لحنكون بشبيبة الرعية عم نجمعهم بعشا وعددهم عم بيتخطى الميت شخص فهالعائلات وهالأشخاص يمكن لحيكونوا عم بيعيشوا العيد لوحدهم فنحنا لحنكون عم نعيش معهم هالأجواء الميلادية المميزة هذا السنة يلي عم يختلف بقلب هذا المعرض الميلادي السنوي يلي بيحمل عنوان بسمة سلام وحب نعم أستاذ جابور خلينا نذكر بالمحل وين يصير المعرض المحل هو قدام كنيسة ماريوسيف وبالساحة طبعا للرعية نعم بحارة صادر بحارة صادر نعم نعم مين اللي عم بيشارك بالمعرض مين عم بيشارك بالتنظيم مين عم بيساعدكم هو التنظيم الإدارة في لجنة مألفة من عدة أشخاص من معهم الخورة منوان الرحمة وفي المسؤول عن اللجنة شخص من عائدة الأخويات وإن أكتر الأشخاص اللي عم بيحضروا هن من عائدة الأخويات نعم فعم بيحضروا وبس يصير الشغل على الأرض دايما عم بينزلوا كل الأشخاص يلي هن بعائدة الأخويات حتى بباقي الفراء اللي هنا كمان في منهم مسترمين ستندات كمان بينزلوا على الأرض ويساعدونه شو رح نشوف بالمعرض شدي هيدا المعرض لحيكون مميز لأنه مش بس لحيكون فيه أبعاد ترفيهية كمان فيه أبعاد روحية واجتماعية لأنه قبل المعرض لحنكون عم نعمل حاجز محبة بهالحاجز المحبة على الطرقات لحنكون عم نوزع آيات من الإنجيل وبالإضافة إلى معايدي خاصة يلي هي عليها صورة مغارة الرعية وضمنا لحيكون فيه عندنا بالبتدة شبال مغارة يمكن مغارة عادية ما في شي بميزة بميزة هو لقاءنا مع المسيح لحيكون فيها تأملات وصلوات على مدار الساعة وبقلب هالستندات لحيكون فيه حيالة شخص يمكن ما قدر يأمن زينة العيد يمكن ما قدر يأمن لضيافة أو حتى الألعاب للولاد أو حتى التياب بأرخص الأسعار يعني إحنا قدرنا نأمن التياب وممكن حيالة شخص محتاج بقلب الرعية أو برات الرعية يكون عم يقدر يجي على الرعية ويكون عم يستفيد من كل الموجودين فيه بالإضافة أكيد للمونة بالإضافة للأشغال اليدوية وحيالة ممكن نقدر نحنا نتزين فيه كجسديا أو حتى بقلب بيوتنا اليوم الناس فيها تنزل تشتري وتساهم معكم كما قلت فيه كل شيء نعم طيب المعرض بـ 21 و 22 و 23 صحيح من أي ساعة لأي ساعة؟ بـ 21 شهر نهار الجمعة المعرض الساعة أربعة بيبلش فيه الافتتاح الساعة سابعة مع أخوارنا الترعية نعم سابط أحد 22 و 23 الشهر من التسعة الصباح للعشرة بالليلة ممتاز عادة بخبرتكم الناس اللي من الرعية بيجو أكيد ناس من خارج الرعية صحيح؟ نعم المميز برعيتنا أنه فيها أسواء وكلمة هيك نحنا كل سنة بنقدر يمكن الناس اللي جايين يشتروا عم بيشاركوا لأنه بطبيعة الحال معروف أسواء برش حمود دايما فيها اكتزاز سكانة فهن عم بيشتروا بيقدروا عم بيشاركوا بقلب هذا المعرض والحلو السنة اللي جربنا من خلال اختبار سابق هو ريستال الميلادة على الطريق مش بقلب الكنيسة لأنه في كتير ناس ما نقدرين يوصلوا على الكنيسة في كتير ناس مرادة قاعدين ببيتهم فهذا الصوت الميلادة نحن نخليه يولد من جديد على الطريق حتى طفل المغارة يقدر من خلال أصوات شبيبة الرعية أنه يكون عم يوصل لكل بيت لكل قلب هذا الشيء المميز اللي حيصير سيكون في هذه الريستال الميلادة على الطريق لحد تلتة واشرين وين على الطريق حديدا بالأسوات أدام الكنيسة أدام الكنيسة ببرج حمود كنيسة ماريوسف في برش حمود في أي كلمة تحبوا تقولها لكل الناس اللي عم بيتابعونا كلمة أخيرة نحن منقلهم أكيد الدعوة عامة ومندعيهم لحتى يجوا يكونوا عم بيدعموا هالعائلات لأن الأعداد كبيرة والحاجات كبيرة بس إيد لوحدة ما فينا نعمل شي نحن بحاجة لكل المساعدات لحتى يكونوا عم نقدر نغزي أكتر وأكتر هالعيال يلي يمكن في كتير عيال عم تفقد معنا العيد بأسباب مادية أو غيرها فيمكن عم نشارك ببسمة صغيرة وأكيد موعدنا نحن كمان معهم بكل شوارع العيد برش حمود من خلال عربية الميلاد نحن نكون عم نتجول فيها وبيشارك فيها أكتر من مئة شخص اللي سنكون عم نصلي معهم وأكيد نكون عم نوزع جهاز صغير لكل أولاد الرعية فالدعوة عامة لقلهم ونتمنى أن نكون مع بعض عم نرجع نخلي المسيح من جديد يولد بقلوب الكل وخاصة بوطننا لبنان نعم في أي كلمة أخيرة لا ما عندي شيء بس حابة بس أذكر شغلي بالمعرض كمانا فيه وقفة اجتماعية يلي هي إذا حدا مثلا يحب يتبرع بدم بيقدر بهذا المعرض يكون فيه ستاند عم يسجل اسمه حتى إذا حيال حدا بحاجة لدم بأي فئة أن كانت يكون موجود فيه ليستة فيها مع هذا الجروب ويكون بيقدر يتواصلوا معه بحيال وقت بمتاز الفكرة نحن بدنا نشكركم ونعاد عليكم وقالا يقويكم لأنه فيه مجهود كبير يعني محدود بهالمشروع يلي كل هدف وأنه يساعد الناس اللي هي بحاجة شكرا لقلكم وميلا دمشيد أهلا وسهلا نحن رح نتابع حلقتنا خليكن معنا موسيقى